روائع التابعين مع تابعين جليل يعني في كل حاجة تلاقيه يعني كان لا يرى إلا إما مصليا أو صائما أو تاريا لكتاب الله أو ذاكرا لله سبحانه وتعالى أو مجاهدا في سبيل الله إمام عالم إمام رباني هو الإمام محمد بن واسع الأزدي رحمه الله رحمة واسعا قال أحد أصحابي ما رأيت أحدا قط أخشع من محمد بن واسع كان الحسن رضي الله عنه ورضاه كان يسميه زين القراء يا سلام تخيل بقى حضرتك رجل في المواصفات دي كلها في العبادة تلاقيه في الذكر في الطاعة في أي حاجة في الجهات في سبيل الله في البذل في العطاء ما شاء الله جوكر في كل أنواع العبادات رحمه الله رحمة واسعا تعالوا نبدأ القصة بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم إحنا الآن في زمن خلافة سليمان بن عبد الملك رحمه الله رحمة واسعا وكان في عهده كان فيه قائد جيوش الجيوش الإسلامية كان رجل يعني عظيم جدا وكان له فتوحات عظيمة اسمه يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة فكره كله عايز ينشر الإسلام نفسه ينشر الإسلام بين البلاد وبين العباد فقرر أنه يجمع جيش قوام الجيش دوت مئة ألف مجاهد يريدون الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى وفكر أنه يفتح بلاد اسمها جورجان وطبرستان ويدخلهم في الإسلام وبالفعل يعني جهز جيش جيش من مئة ألف غير بقى الناس اللي هم تطوعوا وكان على رأس المتطوعين الذين يريدون الشهادة طبعا زين القراء وعابد البصرة وتلميذ أنس بن مالك اللي هو محمد ابن واسع الأسدي نزل الجيش ووصل لحد حتة اسمها دهستان دهستان ديت كانت مجموعة من الأطراق وكان جيش قوى جدا جدا لا يقاوم جيش يعني لم يهزم قط وبدأ المسلمين يخشوا في هذه المنطقة بدأ الأطراق يخرجوا من الحصون ويحصل منازلات ما بينهم ومناوشات وقتال طول النهار وأول ما يتعبوا يرجعوا الأطراق يتحصنوا في الحصون بتاعتهم والمسلمين يرجعوا للمكان اللي هم استقروا فيه وكان طبعا معهم محمد ابن واسع الأسدي وجود محمد ابن واسع جماعة كان ليه أثر عظيم جدا جدا في رفع الروح المعنوية للجيش الإسلامي وده اللي احنا حسناه قوي لو تفتكروا في الفرق بين نكسة 67 وبين انتصار 73 لو حضراتكم فاكرين أن في نكسة 67 كان الجنود كان حياتهم عمرين بيعايشين مع أغاني أمو كلسوم وعايشين على كذا وعلى كذا وعلى المعاصي وعلى يعني سبحان الله كان فيه بعد شديد عن طاعت ربنا سبحانه وتعالى إنما في 73 الموضوع انقلب تماما بفضل الله سبحانه وتعالى فطن الجيش المصري لهذه المسألة وبدأوا يبعث لهم مشايخ أفاضل أجلاء يذكرهم بالله ويذكرهم بفضل الشهادة في سبيل الله وفضل الجهاد والدفاع عن البلد وعن الأرض وعن وعن وبدأ الجيش بفضل الله سبحانه وتعالى قتاله في يوم العاشم رمضان السادس من أكتوبر سنة 73 بصريحات الله أكبر وكان النصر بفضل الله سبحانه وتعالى فكان محمد ابن واسع القزدي كان على طول بيرفع روح المعنوية للجيش عمل يذكرهم بالله وبالجنة والأخرة والحور العين وبفضل الشهادة والجهاد في سبيل الله وبفضل أن نعبد الناس دولة لله أو على الأقل لما رضيوش يؤخذ منهم الجزة إلى غير ذلك يعني كل ما في الجهاد خير والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي ولذلك كان قائد الجيش يزيد بن المهلب بن أبي صفرة قبل ما يبدأ الجهاد مباشرة يبص لمحمد ابن واسع ويدي له إشارة فإذا بمحمد ابن واسع يقول في وسط الجيش يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي فهيبدأ الجيش يخش بفضل الله سبحانه وتعالى كالأسود يعني يعني ما شاء الله في الجهاد عندهم حمية وقوة عيبة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى جاي في معركة بالمعارك دي طلع واحد من الكفار من الأطراق يعني واحد طلع منهم ويعني كان جسمه ضخم جدا حيا كده ما شاء الله دولاب يعني فطلع وراح ايه مش بقى يتباهى كده بين الصفوف وبيختال في نفسه كده حاسس بقى أنه قوي جدا وبصل المسلمين بشيء من الاحتقار وقال من يبارز مين يقدر يبارزني فالكل سكت لأنه بقولك حاجة ما شاء الله بشاء ربنا يعافينا فالمهم فأحجم الناس جميعا وسكته وهو عمال يكرر الكلمة وكان فيها إهانة كبيرة أولى المسلمين من يبارز؟ من يبارز؟ ما حدش عايز يرد وفجأة طلع محمد بن واسع الأسدي رغم أنه كان شيخ كبير في السن كان رجل كبير في السن ورغم ذلك طالع يجاهد والشباب أحجمه هو الذي تقدم وقال أنا أبارز في اللحظة دي شباب المسلمين حسنوا بشيء من الإحراج وشيء من الخجل إزاي أنه شيخ كبير في السن وهيطلع يبارز واحد زي دوت وإحنا شباب وفينا القوة وفينا الصحة وفينا الشباب وما حدش فينا قدر يطلع فإذا بشاب من هؤلاء الشباب خديوت الحمية ورح طالع وداخل على محمد بن واسع وقال يا إمام سألتك بالله أنا الذي أريد أن أبارز هذا الرجل قال له يا ابناء قال له سألتك بالله خلاص سيبني بقى أنا خش يعني أجاهد وأبارز هذا الرجل فما كان من محمد بن واسع إلا أنه عمل إيه رفع عديل السماء وبدأ يديله اللهم ننصره اللهم أيده اللهم يسر له النصر اللهم الله قعد يديه دعاء جميل جدا فالشاب كان بقى يعني زي ما قلت لك كده روحه المعنوية بقت في السماء لما عارف لما سمعت بنفسه أن محمد بن واسع الأسديل الإمام الزاهد العلم زين القراء هو اللي دعاله بنفسه داخل الشاب دوت على الرجل الترك دوت وبدأ يحصل ما بينهم مناوشات وصولات وجولات قعدوا حوالي ساعة يضربوا ببعض ده يضرب ده ده يضرب ده محدش فيه معارف يوصل للتاني خالص لحد ما مرت ساعة والاتنين بلغ بيهم الإعياء مبلغا تعبوا جدا محدش قادر خلاص وفجأة كل واحد منهم ضرب التاني ضربة بالسيف على رأسهم ضربت المسلم شقت رأس التركي نصين وضربت التركي جات على الخوزة بتاعت المسلم ووقفت فالسيف تعلق بالخوزة وموصلش للمسلم فرجع هذا المسلم وهو يكبر ويهلل والمسلمين جميعا كبروا لتكبير هذا الشاب وفرحوا جدا انه انتصر على هذا الرجل الضخم المبارز الكبير دوت ولما رجعوا فشافوا يزيد بن المهلب بن أبي صفرة فقال لله أبوهم من فارس من هذا الرجل من الشاب اللي عمل العملة الجميلة ديت ودخل قتل الرجل ده قالوا هذا شاب أصابته أو باركته دعوات محمد ابن واسع الأزدي في اللحظة دي يا جماعة ميزان القوة خلاص اختل عند الأطراق لأن هزيمة هذا الرجل عملت عندهم يعني دربكة جمدة جدا ونزلت الروح المعنوية عندهم وفي نفس الوقت رفعت الروح المعنوية بشكل قوي جدا عند المسلمين بفضل الله ودخلوا على طول وبدأوا يقاتلوا هذا الجيش العرامرم القوي وبفضل الله سبحانه تعالى بعد فترات بسيطة جدا كانت النصرة لصالح جند المسلمين والقائد بتاعهم والملك بتاعهم لم يجد بدا من المصالحة طيب هنصالحك على ايه هتقدم ايه بدأ يقدم العروض اللي هو بيعرضها علشان يحصل ويتم الصلح ايه هي العروض قال لهم هقدم لكم 700 ألف درهم منهم 400 ألف كاش هتاخدوهم دلوقتي و300 يبعتلكوا بعدين طيب و ايه تاني قال لهم هبعتلكم 400 دابة محملة بالزعفران و ايه تاني و 400 رجل يعني في ايد كل واحد منهم كأس من الفضة وعلى رأسه برنس من الحرير وعلى البرنس قطعة من الحرير لتلبسها نساء الجند المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى وبعد اما انتهت المعركة يزيد ابن المهلب ابن نبي صفر رح مشاور ليه الخازم بتاعه قال له نعايزك تعديل الغنائم كلها تشوف هالي قد ايه قعد هو والجنود اللي معاي حاولوا يقدر الغنائم محدش قادر يعد من كتل الغنائم بفضل الله سبحانه وتعالى فتم تقسيم الغنائم بعد اما خدوا منها الخمس وارسلوها الى بيت مال المسلمين والاربعة اخماس بيتوزعوا بين المجاهدين فوزعوا الغنائم بين المسلمين بالتسامح لانه مكانوش عارفين يعدوا الغنائم قد ايه بفضل الله لكن كان في موقف هنا من اعجب المواقف ومن اروع المواقف اللي في الدنيا دي كلها انه هم في وسط المعركة دي وجدوه تاج التاج دوت مصنوع من الذهب الخالص ومحل بالدر والياقوت والجواهر تاج غالي جدا والتجام بتاعت الناس الزعماء اللي في البلاد اللي كان ببرا ساعتها كان التاج ممكن يوصل تقلو لتلاتين كيلو دهب او أربعين كيلو يعني درجة انه بيقال ان التاج بتاع كسرة كان تسين كيلو طب تسين كيلو بيشيله ازاي قاله ما كانش بيشيله كان بينزل بسلسلة من السقف وينزل لحد رأسه فيلبسه وبعده من خلص الجلسة مع اللي جايين له يعني وكده مع زواره كان يشولهم مشارة فيرفعوا ايه يرفعوا التاج من على رأسه تخيل تسعين كيلو دهب فده وتقول مثلا حتى كان تلاتين كيلو دهب ولا أربعين كيلو دهب فاتفق يزيد بن المهلب ابن نبي صفرة مع الجنود على موقف معاهم بس يعني ايه راح الاول سألهم سؤال قال لهم أترون أحدا يزهدوا في ذلك التاج يعني أنا لو عرضت التاج ده على أي حد في الدنيا ممكن يزهد فيه قال له طبعا يعني أصلح الله الأمير ما فيش حد في الدنيا ممكن يزهد في التاج ده إنت لو عرضته على أي إنسان هيقبله قال لهم لكن فيه واحد بقى وأنا متأكد بالكلام دوت لو عرضت عليه التاج دوت وقده مئة مرة هيزهد فيه وهيرفضه قال له مين قال لهم انتظروا فرح منادي واحد من جنوب بتوعه وقال له اندهلي محمد بن واسع الكلام ده بعد أن ما رجعه بقى فبعد أن ما نده محمد بن واسع فقال له يا إمام إحنا وجدنا التاج دوت التاج ده مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بالضر واليقوت والمرجان وإحنا اتفقنا أنا والجنوب بتوعي كلهم اتفقنا بإن إحنا متسامحين في هذه المسألة وإن إحنا هلديك التاج دوت هدية ليك على رفع الروح المعنوية للجيش وإحنا كلنا متفقين قال له ماذا أصنع بهذا التاج رحمك الله أيها الأمير قال له يعني ده هدية بسيط قال له لا أريد والله ولا أريد شائع من الدنيا فقال له والله لتقبله لازم تقبله فقال إنا لله وإنا إليه رجعون كأن حصلت ونصيف يعني فقال إنا لله وإنا إليه رجعون ورح واخد التاج وخارج بين فالجنود بصوا للأمير قال له طب أنت بتقول إنهم مش هابل أدي إيه بلهم أخد بالك قال له منتظروا بس استنى شوية فورح مينادي على واحد من الجنود بتوعه قال له عايزك تمشي وراه وتتسحب كده وترقبه من بعيد لبعيد بس أوعي شوفك وشوفه هيتصرف إزاي في التاج ده فخرج محمد بن واسع ومشي في طريقه ومشي وراه الجندي ده وبدأ يتسحب ويستخبه وورا الأشجار والأحجار عشان إيه محدش يشوفه وهو ماشي محمد بن واسع وطالع على الخيمة بتاعته فجأة لقى رجل فقير جدا جدا فبيقول له أعطيني مما أعطاك الله فبيبص في جيوبه مفيش فلوس فرح بصص للتاج وبعدين بص يمين وشماله وقدامه وورا ملقاش حد قال له خده أنا مش عايزه يعني وبقى فرحان جدا كأنه تخلص يعني كات مصيبة أو هم كبير مثلا على قلبه هو تخلص منه ورح مديره التاج وماشي طبعا الجندي ده أول ما شاف الموضوع ده رح داخل على رجل الفقير ده قال له تعال انت راح فين ورح باخده داخل بي على أمير الجيوش يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ورح قال له في الوقت ده قال له يعني إحنا هنرضيك بأي مبلغ وبس سيب التاج ده ده التاج ده كنا عاملين كذا والوضع كذا ورح حاكي له القصة ورح واخدين منه التاج والجنود ما زالوا جالسين قال لهم إيه رأيكو شفتوا بقى ان فعلا الرجل ده يزهد في هذا التاج وفي أمثاله ألف مرة سبحانك يا رب فكان موقف عجيب جدا من أعجب المواقف التي حدثت تخيل حضرتك واحد جاي بيديك تاج 30 كيلو دهب أو 40 كيلو دهب وانت ماشي في السكة فالقيت واحد فخير بيقى لك أعطيني مما أعطاك اللي رح تمدله التاج ورح تماشي يعني الموضوع يعني طبعا مش طبيعي بالمرة وفي وقت من الأوقات يعني مرت الأيام واقترب موسم الحج ومحمد بن واسع زي ما قلت لحضرتك كان لا يرى إلا مصليا أو صائما أو ذاهبا إلى عمرة أو حج أو ذاكرا لله أو تاليا نكتاب أو مجاهدا في سبيل الله فلما انتهت الموقعة دي دخل محمد بن واسع على يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة وقال له يعني تأذن لن أنا أروح أحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى فحصل موقف فينا برضو كان في غاية العجب إيه الموقف ده ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب وقسوتنا وقضوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نكمل قصة محمد بن واسع الأسدية جي موسم الحج يا جماعة ربنا يرزقنا إياكم الحج والعمر ويتابع لنا بين الحج والعمر اللهم أمين فارح استأذن من يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة اللي هو قائد الجيوش الإسلامية فاستأذنه أنه يروح حج إلى بيت الله الحرام فيزيد يعني قال له إذنك بيديك إمام يعني في أي وقت أنت عايز تروح أنت أصلا منتش على قوة الجيش ده أنت رجل متطوع يعني جزاك الله خيرا وكفال أنت عملته معانا وموقفك الجميل معانا ربنا يبارك فيك ثم أعطاه كيسا من المال قال له ما هذا قال له تستعين بيها على رحلتك إلى حج بيت الله الحرام فرح يعني محمد بن واسع سأله سؤال جميل جدا قال وهل أمرت بمثل ذلك لكل جند من الجنود قال له لا هذا خاص بك قال لا لا حاجة لي بشيء أخص به من دون جند المسلمين ثم ودعه وانصرف طبعا الأمر ده كان شق جدا على يعني يزيد بن المهلب بن نبي صفرة أن محمد بن واسع يسيبهم في الوقت ده لأنهما فعلا كان وجوده في وسط الجنود كان بيرفع الروح المعنوية في أي موقع بفضل الله سبحانه وتعالى تمر الأيام وتيجي سنة 87 هجرية وكان قطيبة بن مسلم رحمه الله رحمة الله واسعة القائد المظفر القائد العظيم اللي فتح بلاد عظيمة جدا من بلاد المسلمين ويعني ونشر الإسلام في بقاع الأرض أراد أنه هو يعني يعني يتوجه من مدينة مرو إلى مدينة بخارة وعقد العزم على أنه يفتح بلاد ما وراء النهر وأنه يغزو أطراف الصين وأنه يضرب عليه ينشر الإسلام ونفضوا أن يضرب عليهم الجزء لكن قطيبة بن مسلم لما طلع وكان معاه في الوقت دوت محمد بن واسع كان طالعا معه برضو زي ما قلت لحضرتك لا تجد أي خروج إلى الجهاد في سبيل الله إلا وتجد من أوائل هؤلاء اللي طلعين ويتطوعوا للجهاد في سبيل الله كان محمد بن واسع الأزدية رغم أنه أصبح شيخ كبير في السن ومعذور يعني ليس عليه جهاد ورغم ذلك خارج للجهاد وكلما قال له أنت شيخ كبير قال المولى عز وجل لم نعذر أحدا قال انفره خفافا أو ثقالا يعني يعني لابد نحن نخرج يعني لازم نطلع يعني إيه مدام ربنا قال أو ثقالا يبقى لازم نطلع وأنا يعني إما أن أكون خفيفا أو ثقيرا ولو أحب أن أكون ثقيرا فلابد أن أنا أطلع فكان دايما يعني يشارك في كل الفتحات الإسلامية وخرج مع قطيبة بن مسلم ولكن حصل مفاجأة كبيرة جدا لا تخطر على قلبه وشر وكان فيها مأسا وكاد الجيش المسلم أن يعني يهلك عن آخره بمجرد ما قطيبة بن مسلم عدى نهر اسمه سيحون ونهر السيحون ده خلاص بعد نهر سيحون هيدخل بقى على بلاد ما وراء النهر ويبتدي بقى أنه يخزو بلاد الصين إلى غير ذلك لحد دا ما وصل لبخارة أول مقرب من بلاد بخارة بلاد بخارة عرفوا أن المسلمين جايين على طول دقوا طبور الحرب وأعلنوا كل الدول اللي حواليهم أن المسلمين جايين عشان يخزو بلاد بخارة وبلاد الصين ويجمعوا الناس من كل مكان من الطرق ومن الصين وبلاد بخارة وكل البلاد اللي حواليهم وعملوا كتلة بشرية لا تخطر على قلب بشر أصبحوا أضعاف أضعاف عدد المسلمين بشكل لا يخطر على قلب بشر وبدأوا يعملوا إيه يا جماعة؟ بدأوا يسد كل الثغور والمنافذ يعني المسلمين داخلوا في ملطقة معينة لو حبوا يرجعوا ما يعرفوش يرجعوا لأنهم ما سدوا الثغور اللي حواليهم داير داير يعني الطرق اللي من هنا تسدت واللي من هنا تسدت واللي من هنا واللي من وراهم لو حاولوا المسلمين يرجعوا ما يقدرش يرجعوا لو حاولوا يتقدموا ما يعرفوش يتقدموا حبس المسلمين في النص وسبوهم لمدة شهرين متتابعين وكانت مأساة كبيرة جدا جدا فوق ما تتخيل عسكر كطيب ابن المسلم بالقرب من مدينة اسمها بيكند وأصبح مش قادر لا يتقدم ولا يتأخر ولا قادر حتى يطلع سرية عشان تعرف أخبار الجيش اللي قدامه عاملة ازاي ما بقاش عارف يتحرك خالص وبقى محبوس في مكانه ووصل الخبر لبلاد المسلمين بموقف كطيب ابن المسلم واللي حصله وبدأ الأئمة الكبار يوصوا والأمراء والخلفاء يوصوا الأئمة في المساجد انه لابد في الصلاة الخمس يقنطوا للدعاء لجيش المسلمين ولجيش كطيب ابن المسلم وفي خطبة الجمعة بدأ الأئمة الكبار يطلعوا على المنابر ويدعوا ان ربنا ينصر كطيب ابن المسلم وجيش كطيب ابن المسلم وان ربنا ينجيهم من هذا الهم والغم الكبير وان ربنا ينصرهم على أعداءهم وبقدر الله سبحانه وتعالى يعني خرج عدد كبير جدا من جيوش المسلمين وكان يعني عفوا نسيت أقولكم انه لما طلع كطيب ابن المسلم كان في الأول محمد ابن واسع كان لسه مطلعش معاه وبعد كده طلع عدد كبير جدا من جيوش المسلمين من كل بلاد العالم بدأوا يطلعوا لنجدة جيش كطيب ابن المسلم وكان من ضمن اللي طلعوا لنجدة جيش كطيب ابن المسلم كان محمد ابن واسع الأزدي وصل محمد ابن واسع لأرض الجهاد ووصل هناك وطبعا كان عدد الكفار عدد لا يخطر على قلب بشر وبدأ محمد بن واسع بدوره الجميل جدا والفعال ابتدى يخش وسط الجنود ويذكرهم بجنة عرضها السماوات والأرض وما تخفوش وقدمكم الجنة والمولى عز جل وعدانا إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة إما ربنا ينصركم إما تنالوا الشهادة وتبقوا في جنة عرضها السماوات والأرض فإنتوا في كل الأحوال إنتم الكسبنين وإنتم الفيزين وهم لو مات واحد منهم على كفري سيدخلوا النار ولو انتصر فهو نصر مؤقت وإن شاء الله ربنا ينصرنا وتأكدوا أنه وما النصر إلا من عند الله وبدأ يبث الروح المعنوية وبدأ يرفع الروح المعنوية بين المسلمين حتى من الحمد لله ارتفعت الروح المعنوية وفجأة قتيبة بن مسلم قرر أن يبدأ الجهاد تاني يوم ورح منادي على واحد من الجنود وقال له مجموعة من الجنود قال التمسوا لي محمد بن واسع روحوا دوروا لي على محمد بن واسع أنا عايزه دلوقتي حالا فراحوا فلو محمد بن واسع متكئ على عصاه رفعني يديه إلى السماء ويقول هو يبكي ويقول اللهم نصرك الذي وعط اللهم إنهم خرجوا من ديارهم يبتغون نشر دينك وإعلاء كلمتك وكذا وكذا ونصرة سنة نبيك اللهم نصرك الذي وعط وعمال يدعوا يبكي فمرضوش يقطع عليه الدعاء فراحوا رجعين لكتاب بن مسلم قالوا له وجدناه رافعا يديه إلى السماء يدعوا فقال لهم كتاب بن مسلم أبشروا والله بالنصر فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء يعني هو بيدعي أحب إلي من مئة ألف شاب طرير ومن مئة ألف سيف شهير وبالفعل كانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى التقى الجيشين في اليوم التالي وكان كتل بشرية جماعة آلاف مؤلفة مئات الألوف دخلين والتحم الجيشان وكانوا يكبرون ويهللون في ساحة الجهاد ومحمد بن واسع يقول يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي فكانت النصرة بفضل الله لجند المسلمين وعند ذلك سألوا كتابة بن مسلم الصلح والفدية وكان من جملة الأسرة كان واحد من القواد اللي كانوا في الجيش اللي قدامهم كان رجل خبيف وهو كان أكتر واحد بيقلب الجيش دي تعالى المسلمين فراح لكتابة بن مسلم وقال له أريد أن أفدي يا نفسي أيها الأمير قال له تفدي نفسك بإيه قال له بخمس تلاف صينية تمنها مليون دينار هديك خمس تلاف صينية من صنع الصين تمنها مليون دينار فكتابة بن مسلم سأل الجنود قال لهم إيه رأيكم قال له طب دا شيء كويس يعني مليون دينار ديت هتكون عونا لنا على إن إحنا نجيب سلاح وإن إحنا نجاهد وإن نكمل يعني هتعدنا بفضل الله فراح كتابة بن مسلم سأل محمد بن وسع قال ما رأيك يا إمام فقال لهم يعني أيها الأمير إن المسلمين لم يخرجوا من ديارهم لجمع الغنائم ولا لتكديس الأموال وإنما خرجوا مرضاة لله ونشرا لدينه في الأرض وقهرا لأعدائه يعني عايز أقول له ما تقبلش منه الفدية لأن الرجل دا هو اللي أقلب عليك كل الجيوش ديت فأنت هتقبل منه الفدية ليه بالعكس دا دا أول واحد لازم تقتله فقال جزاك الله خيرا يا إمام والله لا أدع هذا الرجل يروع امرأة مسلمة بعد الساعة ولو بذل ما له كله فداء لنفسه لقتلته ثم أمر كتابة بن مسلم بقتل هذا الرجل فقتله بفضل الله سبحانه وتعالى محمد بن واسع كان زاهد جدا في الدنيا كان لا بيبحث على منصب ولا بيبحث عن شهرة ولا عن مال ولا عن ثراء ولا عن أي حاجة جماعة رجل نوعية خاصة يعني خامة بجد صعب جدا تلاقيها في زماننا دا واحد عمال في العبادة في تلاقيه في الجهات تلاقيه في كل حاجة تلاقيه طب دا رجل مشهور بقى والدنيا كلها عرفاء ورغم ذلك لا يريد شيئا من وراء الشهرة لا بيجمع فلوس ولا بيجمع تبرعات ولا بينصب على الناس ولا بيجمع فلوس الناس ولا عايز بنرى الموضوع داوات زعامة ولا شهرة ولا عايز بنرى نفسه بطل قومي ولا أي حاجة هو لا يريد أي شيء من الدنيا إلا أن ربنا يرضى عنه ولذلك ذهب إليه محمد بن المنذر اللي هو قائد شرطة البصرة وقال له إن أمير العراق طلب مني أن أدعوك لمنصب القضاء يعني أمير العراق طلب إن أنا أعينك قاضي البصرة فقال عافني والله لا أريد شيئا عافاكم الله فقال له لابد دا الأمير بنفسه ولا طلب قال له عافني قال له فعلى رجل تنرفز قال له والله لتتولين القضاء أو لأجلدنك ثلاثمائة جلدة والله إما تتولى القضاء يا إما هجلدك ثلاثمائة جلدة وهشهر بك بين الناس فقال إن فعلت ذلك فأنت ممكن أنت معاك سلطتك تقدر تعمل لأنت عايزه أما أنا فلا أريد فإن كنت عايز تعمل لأنت عايزه اعمل لأنت عايزه أما أنا فلا أريد واعلم أن معذب الدنيا خير من معذب الآخرة فالرجل حس بشيء من الخجل واتكسب يعني قال لي أنا عمال بكلم رجل إمام عالم وبقول له أجلدك وشهر بك لو ما تولتش منصب القضاء والرجل الزاهد مش عايز حاجة من الدنيا فقال سامحني الإمام وراح نصرف قائد الشرطة وهو في غاية الخجل من هذا الإمام العالم محمد بن واسع كان مجلسه في البصرة كان مليء بطلاب العلم وكان يعني كتب التاريخ ذكرت وسجلت مجالس عظيمة جدا في مجلس محمد بن واسع الأسدين وكان دايما يواصل طلابه بحاجتين بالقرآن وقلة الطعام كان يقول لهم إيه؟ يقول لهم القرآن بستان المؤمن فإنما حل منه نزل في روضة كما كان يواصلهم بقلة الطعام فيقول من قل طعامه فهم وأفهم وصف ورق اللي يقل طعامه هيفهم ويفهم وقلبه يصفه يكون رقيق جدا رقيق المشاعر بسبب قلة الأكل بفضل الله سبحانه وتعالى وكان في كمة الورع يا درجة أنه في يوم من الأيام راح السوق عشان أعزكم الله يبيع الحمر بتاعه فراحد راح يشتري منه الحمر فبيقول له يا إمام أترضاه ليه؟ قال له لو رضيته لنفسي ما بيعته يعني ما تحكش عليه بقى وقال له ده أحمر فلقوب شباء ومكانات كلها وطوماتيك وكده وفتيز غيرز وحاجات كده فقال له لو رضيته لنفسي ما بيعته أنا إذا كنت أنا ما رضيته لنفسي وقا حبيعه هرضاه ليك إزاي؟ فكان في غاية الورع والأمانة شيء عجيب جدا وتمر الأيام الجميلة بسرعة وحياة محمد بن واسع الأزدي مليئة بالبذل والعطاء والتضحية والفداء ومرض محمد بن واسع مرض الموت وتكاثر الناس عليه حتى يعني غص منزله بالداخلين فإذا به لقى طبعا بيته مليان ناس متعبق ناس في يعني عدد كبير جدا من الناس فراح باصص على واحد قريب لي من أحبابه وقال له إيه؟ قال له أخبرني ما يغني عني هؤلاء إذا أخذنا غدا بالنواصي والأقدام بيقول لي الناس دي هتغني عني إيه؟ لو يوم القيامة أخذت بالنواصي والأقدام لألقى في النار وما ينفعوني إذا ألقيت في النار ثم أقبل على ربيه وجعل يقول اسمع بقى الكلمات اللي أنا عند الموت اللهم إني أستغفرك من كل مقام سوء كنته ومن كل مقعد سوء قعدته ومن كل مدخل سوء دخلته ومن كل مخرج سوء خرجته ومن كل عمل سوء عملته ومن كل قول سوء قلته اللهم إني أستغفرك من ذلك كله فاغفره لي وأتوب لك منه فتوب علي وألقي إليك بالسلام قبل أن يكون لزاما ثم فاضت روح محمد بن واسع الإمام العلم القدوة الزاهد المجاهد الذي كان يسميه الحسن زين القراء اللي كانت الدنيا ما تسويش عنده أي حاجة اللي زهد في كل كنوز الدنيا وكل مناصب الدنيا ياريت نجعله قد ولينا زي ما جعلنا قدوتنا الأولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من تربوا بين يدي النبي وبين يدي أصحاب النبي هم أيضا يعني منارة لنا لنعرف كيف نصل إلى طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى يعني معدنا بكرا إن شاء الله مع تابعين جليل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى لي وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة